امراض وفوائد صحية متنوعة ادلة قصصية تجارب المستفيدين شخص يؤمن بالفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن يقدم نصيحته توكلوا على الله واعملوا بالنية ومتابعة شرب الماء يوميا قبل كل وجبة افطار بحوالي ساعة حتى تظهر لكم النتيجة بحول الله لان مسألة الشفاء في اقرب وقت تاخذ الوقت من شخص الاخر بسبب مناعة كل انسان على حد سواء مثلا شخص مع علي لقليلا فاذا اخذ في شرب الماء معانيته في انه سيشفع فالنتيجة ستظهر في اقرب وقته ومع الشخص العليل كثيرا فعليه بالصبر والمثابرة على شرب الماء الساخن حتى تظهر نتائجه ان شاء الله فهذا هو مفهوم الشفاء وكايفية معانيه يا اخواتنا لا فاضل وشكرا اشادت معلم مدرسة بالفوائد الصحية والعلاج الماء الساخن في بلده مرحبا الدكتور فارس عمل انك بصحة جيدة مع عائلتك لقد عممت علاجك بالماء الساخن في بلد سييرا ديون والان معظم الناس يستخدمون الماء الساخن لامراضهم شفاء امرأة من السكر وارتفاع انزمات الكبد والكوليسترول السلام عليكم تجربتي مع الماء الساخن كالاتي من حوالي اربعين يوما عملت التحاليل سكر لقيت 2.78 والخزان حداشر قال لي صاحب المختبر اني مريض سكري كمثل جميع الناس دخلت على جوجل وعثرت على طريقة العلاج بالماء الساخن لدكتور الحجري حفظه الله وبدأت الاستعمال بالموازاة ذهبت عندي الطبيب قالت ان سكري مرتفعة لازم بعض التحاليل للكلية وانزمات الكبد والكوليسترول بانواعه عملت التحاليل شافت الدكتورة ان انزمات الكبد مرتفعة والكوليسترول مرتفعة قالت انها ستمهلني 15 يوما من اجل نزول انزمات الكبد خرجت من عندها متوكلا على الشافي امتنعت عن اكل السكريات والتقليل الخبز وشرب الماء الساخن على طريقة الدكتور الحجري بعد مرور 15 يوما عملت التحليل لانزمات نزلت الكوليسترول اصبح طبيعي السكر قياسه اصبح 1.40 صايم الدكتور انبحرت بالنتائج وبعد مرور 10 ايام اخرى اي 25 يوما على اول تحليل اصبح الخزان 8.3 واليومي 1.2 صايم الان بعد 15 يوم صايم 92.94.96 فاطر بعد ساعتين 94.96.98 لما اعمل الخزان ساوافيكم بالنتائج والله على ما اقول شهيد 18.05.2018 كانت اصابتي بالسكر اليوم 11.07.2018 ولكي لا انسى ارقي نفسي من العين والحسد يوميا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر